تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اتصالين هاتفيين من كل من رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصونة وذلك للتعازية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء وخلال اتصالهما أعرب رئيس وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما في شهداء الحادث الإرهابي وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم كما جدد تأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب من جانبه أعرب مدبولي عن شكره لميقاتي وللخصونة متمنيا لشعبي الأردن ولبنان الأمنة والسلامة والاستقرار ترجمة نانسي قنقر